جزير الرأي الدكتور محمد عبد العاطي التقى مع مبعوث الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي ويتكلم الدكتور عبد العاطي على مفاوضات سد النهضة المتوقفة وعن التعنت الاثيوبي الواضح وعن استعدادات مصر الدائمة للدخول في مفاوضات جدة تفضي إلى اتفاق قانوني وملزم يحقق مصلحة جميع للأطراف تكلم الدكتور عبد العاطي عن إصدار بيانات مغلوطة عن السد وإقدارته بشكل منفرد من الجانب الاثيوبي بيؤدي إلى ارتباك في منظومة إدارة المياه في كل من مصر والسودان وقال أن مصر لم تعترض على بناء السدود أصلا في دول حوض النيل بل أسهمت في إنشاء بعضها مثل خزان أوين بأغندا وقال الوصول الاتفاق يومهد الطريق لتحقيق التعاون والتكامل الإقليمي ورئيس المندوب الأوروبي لمبعوث الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي قال أنه الاتحاد الأوروبي يسعى للدفع بمصار المفاوضات الخاصة بسد النهضة ووصول الاتفاق يرضي جميع الأطراف ويضمن استقرار وتنمية الدول طبعاً الكلام ده كلام مهم وكلام جميل لكن تنفيذه على أرض الواقع من الدول الأوروبية ده اللي مطلوب إذا كان الغرب أوروبا وأمريكا جادين حقاً في إقرار السلام في منطقة القرن الأفريقي عليهم أنه هم مش عايزة أقول يضغطوا على الجانب الأثيوبي إحنا نفعل القانون الدولي نفعل المبادئ الدولية لأنه ما يجري من الجانب الأثيوبي وما يتم هو محاولة الضغط على جافة الأطراف لإقرار أمر واقع تاني بقول وبعيد الكلام اللي بتقوله بقى أنه سنتين لن تسمع تاني الواحد يقولي أنت عم بتقولي الكلام ده بشكل مسمي أنا بقول لأ حضرتك أنه القضية قضية محتاجة صبر استراتيجي ومحتاجة حكمة في اتخاذ القرار وتاني لسه من شوية كنت بقولك إيه وعحد أي حد أو أي جهة تخلينا نخرج عن إطار البناء وتخلينا نخرج عن إطار ما نقوم به الآن وتعطل مسيرتنا ده المطلوب لكن هل هدف عدم تعطيل المسيرة ممكن يتقاطع مع حقوقنا المائية؟ لا قولا واحدا لا يعني واحد يقول أنت بتقول يا عم إحنا عايزين نعيش في سلام آه طب وضعب إحنا عايزين نبني آه ضعب إحنا مش عايزين حد يعطلنا عن مشروعنا الوطني في بناء الدولة والمشروع الوطني تحديث الحداثة المسئلة آخر طبعا عايزين كل ده كل الناس عايزة دول لكن واحد يقول لي يلا بقى نروح نحارب كذا أقول لك يا سيدي هو أنت وكل الأبواب تقفلت قدامك ولم يبقى إلا الحرب لا طبعا كل الأبواب مازالت مفتوحة الباب الموارب والباب المفتوح والباب المغلق وبنخبط وبنروح وبنيجي لم انتعجز الدولة المصرية عن سيناريوهات هي مجهزاها تاني الخلاصة برضو زي ما كنت بتكلم على قرية تنظيم الناس اللي وبقول إنه فشلنا فشل زريع فيها بقول بالنسبة لصد النهضة انت العبرة بإيه هناك العبرة إنه عندي اتنين مليون زي دا في السنة يبقى فشل عندي هنا العبرة بإيه مفاوضات وملأ أول وثاني وخلافات وروح وتعالى الكلام اللي احنا بنقوله كله بس في الآخر لن نفقد نقطة مياه واحدة اتنين ما قلتش نقطة مياه واحدة تلاتة ما فيش حد على مستوى مصر كلها لا بيستخدم منزلي ولا زراع ولا صناع ولا غيره قال إن أنا المياه عندي قل دا للمواطن حق المواطن إنه حق المواطن والوطن والأمة ما فيش نقطة مياه تقل وده حاصل طالما ده حاصل اتطمن من فضلك من فضلك بنقصين وبقولها فيما يخص صد النهضة فيما يخص الأمن المائي ثقوا بالرئيس السيسي وأحسنوا الظنة فيه وبه كلام واضح لأنه الأمور لا تدار عبر وسائل إعلامة والمفاوضات والانتصالات لا تدار في الهواء الطلق عبر وسائل إعلامة أيضا وإنما هذه أمور استراتيجية سياسية معقدة بتحتاج إلى هدوء وحكمة وعقل ترجمة نانسي قنقر